يوم أمس طلب إيتمار بنكفير عضو الكنيسة الإسرائيلي أن يقتحم المسجد الأخصى وبعد تردد طويل من قبل قائد الشرطة وافق على اقتحامه للمسجد الأخصى وبالفعل صباحا فاليوم وصل بنكفير إلى بوابات المسجد الأخصى في الساعة السابعة بالضبط في توقيت المحلي اقتحم ومعه أحد حراسه كانت جولة قصيرة جدا 15 دقيقة خلالها قال بأنه يأتي إلى هنا إلى جبل الهيكل على حد قوله ولا يجب أن يكون هناك قبول بالخضوع لتهديدات الإرهابيين والمخربين حتى أنه تهم الأوقاف الإسلامية بأنهم من المخربين الذين يمنعون اليهود إلى الوصول إلى المسجد الأخصى وبعد تهديدات بأن حماس التي تهدده لا يدعى القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية لعدم الخضوع له ومن بعد ذلك غادر ولكن لا بد أيضا أن نشير إلى سياق ما يجري من أحداث هنا في الأراضي الفلسطينية صباح اليوم كان اقتحام إتمار بن كفير وصباح اليوم أيضا كانت العملية العسكرية التي رأيناها في جنين الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة أحد الجنود الإسرائيليين نتيجة الاشتباك في تلك المنطقة والذي قال بأن ذلك جاء على سلسلة التحقيقات التي تجري في موضوع عملية بن براك بعد ذلك عملية طعن حدفت في قشعة سيون وهو الحاجز العسكري جنوبي بيت لحم الشرطة الإسرائيلية منذ يومين رفعت حالة التأهض الجيش الإسرائيلي عزز من تواجده بثماني كتائب دخلت إلى داخل مناطق الضفة الغربية بالقرب من الجدار وذلك لإغلاق كافة الفتحات الموجودة في الجدار الأمني وأيضا حول المدن الفلسطينية أمس كان هناك الاجتماع الأمني الكابنت الإسرائيلي الذي ناقش هذه المسائل اليوم كان هناك تصريحات للأمين العام للجهاد الإسلامي الزياد النخالي الذي دعا إلى رفع جهوزية كتائب أو سرايا القدس الجناه العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قبل قليل تصريحات من الفصائل وتحديدا حركة حماس التي تهدد هذا كله يشير إلى أننا لم نصل إلى شهر رمضان وبدأنا نشهد فترة صعبة جدا هنا في الأراضي الفلسطينية في الداخل الفلسطيني كما رأينا هناك عديد من الاعتداءات على الأهالي الفلسطينيين على العمال الفلسطينيين على الطلبة في الجامعات وهذا كله في إطار التحريد الممارس من قبل اليمين الإسرائيلي ولكن أيضا الأجواء الملبدة والتي يبدو بأنها سوف تستمر خلال الأيام والأسابيع القادمة بالفعل أحمد مثل ما ذكرت نحن مقبلون على شهر رمضان وآخر ما ينتظر في هذه الأوقات أن تتكرر هذه الاستفزازات الإسرائيلية مثل ما فعل بنكفير هذا اليوم شرطة منطقة القدسة شرطة الإسرائيلية في المنطقة كيف تدير وتنظم دخول الإسرائيليين إلى منطقة الحرم القدسي؟ بعد أن خرج إتمار بنكفير من المسجد الأقصى دخلت مجموعة من 31 مستوطنا ومن بعد ذلك 45 آخرين إلى داخل ساحات المسجد الأقصى ونذكر هنا المشاهدين بأن عمليات الاقتحام هي يومية هي مستمرة هي لا تتوقف ولكن السؤال الأهم والأبرز ماذا بخصوص عيد الفصح عند اليهود والذي سوف يكون في وسط شهر رمضان حل سوف تسمح الشرطة الإسرائيلية باقتحامات بالمئات كما جرت العادة أم أن شهر رمضان سوف يمنعهم التجربة أشارت خلال السنوات الماضية بأن الشرطة الإسرائيلية لا تمنع اليهود من اقتحام المسجد الأقصى حتى أن ذلك حدف في العام الماضي في العشر الأواخر من شهر رمضان عندما كان هناك الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يرابطون ويقيمون داخل المسجد الأقصى هذا طبعا يهدد الوضع الأمني في كل المنطقة كما رأينا قبل أيام وزير الجيش الإسرائيلي كان في الأردن مع العاهل الأردني وذلك في محاولة للتوصل إلى كيفية تهديئة الأمور بعد ذلك كان هناك اجتماعات مع السلطة الفلسطينية وتحديدا مع إحسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمناظمة التحرير وأيضا كان هناك الاجتماعات والتصريحات للقمم والمؤتمرات الصحفية بما فيها بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الذي كان يقول نرجو أن يكون رمضان وأيضا عيد الفصح عند اليهود وعند المسيحيين هذا كله يشير إلى توترات لربما تعيدنا إلى العام الماضي ولكن هذه المرة الشيخ جراح على سبيل المثال إلى حد ما غائب عن الصورة بعد أن تم التوصل إلى عدد من الحلول القضائية أما في داخل مدينة القدس وتحديدا موضوع دخول الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية الكابنت الإسرائيلي أمس أكد بأنه لن يتم لن يتم إلغاء التسهيلات الممنوحة للفلسطين وذلك بالوصول إلى مدينة القدس وأيضا ذلك سوف يشمل أيام الجمعة إلا أن الجانب الإسرائيلي الذي يدرس إمكانية أن يكون هناك تقليص للأعمار وما إلى ذلك ذاك مرتبط بالأوضاع الأمنية نذكر بأنه أيضا ليلة أمس منع العديد من العمال الفلسطينيين من الدخول إلى المصانع والمعامل والشركات الإسرائيلية وذلك بطلب من أرباب العمل أكثر مما كان طلب من القوات الإسرائيلية والسبب في ذلك هو التوتر وفي لا شك بأن هناك حملات الثأر والانتقام التي بتنا نراها